اللقاءات التي تكون بين قيادات الأغلبية حكم أننا حجمنا قليل كقيادة لتدل قيادات أنا حكومة منسجمة وحكومة مشكلة قوة توافق بين قيادات الأغلبية نلتقي باستمرار فقط هذا اللقاء كيكون اللقاء أرسمي غيرها لنجديد اللقاء مع الإعلام وكذلك مع الإخوة في البرلمان ومجلس المستشارين ومع بعض أعضاء القيادات السياسية نحن تبدلنا فقط اليوم بعض الأفكار اللقاء بنا نأكدو عليها على أننا هذه المشاكل التي نشوفها الآن اللقاء نسمعناها وكتبوها لها كثير هي مشاكل طبيعية في المصار يأخذ المغرب في المجال الاقتصادي والفلاعي في السياسة ونحن سنواجهه بتحالفنا سنواجهه بوحدتنا سنواجهه باتفاقتنا وسنواجهه باحترامنا لعلاقتنا والالتزاماتنا سواء على مسؤول برنامج الحكومي أو سواء على استنادنا على المتاق الأغلبية لذلك سنستمر بهذه الحكومة وسنشتغل بهذه الحكومة وسنواجه هذه المشاكل وهذه الأزمات وسنتحمل مسؤولتنا كاملة إلى أن نقوم بدورنا كما ينتظر منا من طرف المواطنين ومن طرف جلالة الملك لذلك تأكدوا أن كل ما تسمعونه خارج ما نقوله نحن الثلاثة غير صحيح نحن الذين نملكوا الحقيقة نحن الثلاثة وسنبلغ بها في حينها لذلك تقو فينا حينما نقول لكم أننا أقوى مما كنا من الأفل الماضي ولنا إحساس قوي بالاشتغال أكثر بلنا رغبة في العمل أكثر لأن خدمة هذا البلد وخدمة هذا الشعب مفخرة لنا ونشان على صدورنا ونحن في الحقيقة نعتبر فرصة تاريخية لكي نقدم شيئا لهذا البلد سيسجله الأجيال اللاحقة وتقول بأن هناك كانت قيادة التي حققتها وما لم يحققون غير شكرا لكم